اشتركوا في القناة بما يعزز من الخطة التنموية المتنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها المملكة وأكد المبارك على تنفيذ وتوفير وتطوير المرافق العامة في جميع محافظات المملكة والارتقاء بها لافتا إلى اهتمام الوزارة بتطوير المماشي وصيانتها لتكون بمثابة متنفس اجتماعي وترفيهي للمواطنين والمقيمين وتزويدها بالخدمات والمتطلبات لقضاء تجربة آمنة وصحية مشيرا إلى أن وزارة شؤون البلديات والزراعة قامت مؤخرا بتكثيف أعمال التشجير في ممشى الاستقلال وفقا لاستراتيجية الوزارة في زيادة المزروعات وتكثيف أعمال التشجير في الحدائق والشوارع والمرافق العامة ترجمة نانسي قنقر